السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الاستاذ سحمد القرشة اللي في موضوع جديد بانوان كيف نحل اكتر من المشكلة في فلاش مومري الفلاش مومري يا جماعة بيعني احيانا بيعني من مشاكل في صغر الحجم يعني مثلا عندي فلاش 8 جيجا وحجمان 2 جيجا دي اول مشكلة التانية لما انسخ بعض الملفات ممكن يطول كتير ويتأخر ومنسخش كل المادة او كل ملف اللي انا نسخته مشكلة رقم 3 احيان لما انسخ ملفات بيقول لي انه لازم تدخل لازم تاخد ادن المسؤول عشان تنسخ الملف ده طبعا التلاتة المشاكل دول يعني تقريبا من اشهر المشاكل اللي ممكن تسيطر عن الفلاشة واحيانا كمان ممكن انك تشبك الفلاشة ويتعرف معك تسمع الصوت انه اتعرف على الفلاشة ولكن تفتع الجهاز الكوميتر ما تلاقيش الفلاشة موجودة ما تلاقيش الفلاشة موجودة يبقى هنحل كل مشاكل ان شاء الله مشاكل الفلاشة اول مشكلة معانا ان شاء الله هي صغر الحج يعني مثلا لو عندك فلاش 8 جيجا لقيته 2 جيجا طبعا اللي هعمله هروح احمل برنامج ده مني تولز بارتشن مني تول بارتشن بروفشنال طبعا الاصدار الثامن بعد ما تحمله واتفك الضغط عنه طبعا هنروح امفعله هنفتع البرنامج هننسخ السيريالات الموجودة هنا هنحطها في البرنامج هيتفعل معانا بدل اي مشكلة تمام تمام هنروح امفتح البرنامج بعد ما اتفعل اهو فتح معي البرنامج هنروح احدس برنامج دايما اهو شايفين حضراتكم الفلاش ده 5 جيجا مختفية اول حاجة هعملها هعمل الغاء لكافة البرتشن في الفلاشة ديات ديليت اول برتشن بعدين هعمل ياس اول حاجة تاني حاجة هوقف هنا هعمل كريات هعمل بريماري تاني تالت حاجة ان هاختار هنا فات اتنين وثلاثين بعدين اوكي ممكن اختار ان تي اف اس لكن الفات اتنين وثلاثين بيحل مشكلة البطء في نسخ الملفات تمام كده اه بعد ما نعمل كده هنختار هنخلي الفلاشة اكتف ازاي نخلي الفلاشة اكتف هروح اضغط هنا في زر الفر و هختار ايه موديفاي بعدين سيت اكتف خلاص هعمل ابل ايطبق الكلام اللي انا قلته ده هستنى شوية يعني لحد ما يخلص الفورمات بتاع الفلاشة خلاص كده تمام تمام خلاص كل حاجة الفلاشة جاهزة عندي لأي حاجة لأي نسخ تاني مشكلة معنا هنا هو انه انا عندي فلاشة ممري 8 جيجا لو انا شبكتها هنا في الارض ما تعرفتش معي فيش فلاشة داخلت معايا الحل هنا يا جماعة هو في امرين الامر الاول اما تكون الفلاشة اصلا معطوبة من الداخل يعني واعت منك اتكسرت في الوقت ده ما من الدرج نصلحها يعني مسلا عندي فلاشة 8 جيجا لو دخلتها هنا مش هيتعرف معايا دي مشكلة ممكن نصلحها ببرنامج الميني تول برتشن تمام ولكن احيانا لا يمكن تصليحها باستخدام برنامج ميني تول اما تكون الفلاشة اصلا معطوبة من الداخل يعني واعت منك اتكسرت في الوقت ده ما من الدرج نصلحها هفتح برنامج الميني تولز ودايما هعمل اف خمسة تحديث للبرنامج اهو شايفين الفلاشة الفلاشة موجودة ومتعرف عليها ولكن ايه كلها متجمدة او كلها ايه ما بتقدرش تستخدم المادة ديت الا ما تحولها على بريماري يبقى على زر التاني وكريت بعد كده هنختار بريماري هنختار في ثلاثين بعدين اوكي بعدين هنخلي هادا ايه هنختار عالزر الماوس هنختار موديفاي لست اكتف وابلاي ياس تمام كده كده احنا برضو حلنا المشكلة التانية من مشكلة عدم ظهور الفلاشة اه بشرط سماع صوت تعرف على فلاشة تمام كده هنجي للمشكلة اللي بعدها طيب يا وصوص احمد انا عندي فلاشة تمانية جيجا بعد ما عملت اللي انت قلتولي ايه بنسخ فيه ملفات النسخ بطيء ايه بنسخش كل الملفات بنسخش الملفات كاملة تمام كده او بيعطيني الرسالة لما انسخ ملفات لازم تنسخ الملفات كمسئول عشان تقدر ايه توفع النسخ يعني رسال من دي رسالة النظام رسال اي حاجة في نسخ الملفات طبعا كل المشاكل دي بتتحل لما اعمل كده اول حاجة هروح لالفلاشة على الزر التاني هعمل delete or partition بعد كده هعمل ايه create primary بعد كده هختار ايش انتي اف اس هختار فات اتنين وتعطين بعد كده اوكي بعد كده هختار على موديفاي وست اكتف وحعمل apply طبع الكلام اللي رولتو كده كل حاجة عندي مية المية حلنا اربع مشاكل بتواجه لفلاش موموري المشكلة الاولى صغر الحجم وتعاملنا معها كويس المشكلة التانية هي انه انا بحط الفلاشة وبسمع صوت التعرف عليها ولكن ما بتزهرش عندي فجاز الكمبيوتر المشكلة التالتة انه بكون الناس احيانا بطيق جدا او بينسخ للملفات مش كاملة طبعا وحلنا المشكلة دي المشكلة الرابعة انه احيانا بيعطي لي رسالة خطأ عندما انسخ ملفات زي رسالة بيقول انه لازم انك تاخد الاذن كمسؤول عشان تنسخ الملفات اتمنى يكون الشرح عجبكم ياريت لايك واشتراك اذا عجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته